نحن حكيناك دقايق بعد الحادثة كنت بداية يعني متحفظة عن الكلام هلأ فيك تخبرينا بس على الكاميرا شو صار بالتحديد؟ هلأ اللي صار صاريت كل الناس تعرفوا وبعدني بتحفظ مش أكتر أنا اليوم بدي أحكي بس تأشكر كل اللي وقفوا معي وكل اللي متضامنين معي هوني وببيروت وبكل محافظات لبنان بشكرون عواقفتهم هاي حدي وحتى كل على مواقع التواصل الاجتماعي بتشكر الكل ووقفت الناس معي هي ردتلي اعتباري وردتلي كرام سخي عارف مني كان يوصل بالدارب داربك يعني؟ محاولة طب بداية انت لش كنت بتحفظ هل صار فيه يعني فيه حكي انه صار فيه على طريقة لبنانية لفلفة الموضوع بداية وصار نقلك انه انت ما تحكي على علام وجرى انه على طريقة يعني صلحة المختار لا لا ما فيه لفلفة للموضوع بس موضوع مثل هاي دا ما بياخد قرار فيه لوحدة بدي ارجع لعائلتي بدي ارجع لأهلي بدي ارجع للمحامي تابعي ما بياخد قرار فيه واكيد بدي ارجع بالبداية لرئيسي محاولة تقدمت بشكة؟ هلا الشغلي صارت عند القضاء والقضاء بياخد مجرى يعني وانا تحت القانون واذا بيشوفوا اني خلاتي ووزير ريفي شاء لكم هلا الوزير ريفي ما وقفو كان واضح قدام كل وسائل الاعلم وانا بشكره بقدر كتير جيت ووقفتو حده شكرا ايضا كاترين يعني سنسأل محامي المنال ضو عن هذا المجرى القانوني محاميها زميلنا الكريم بس بما انه في اصول معينة بالقضاء اصدل عندي مشان تنتصر انا لست وكيلا عنها ولكن متضامن لانه في اصباب بأصول المحاكمات والمهنة يحتفظ بها الزميل الكريم مجرى القانوني لهذه القضية المسألة ليست فقط مجرى قانوني بل علاقة حادث محاولة وهي حادث مؤسف جدا ان يحصل في قصور العدل والمؤسف اكثر واكثر ان تصبح قصور العدل فيها حوادث التباس خطيرة تحط من قيمة وشرف مهنة المحامات ومن علاقة المحامي وعلاقة المواطنين في قصور العدل اعود واقول ان مثل اي التباس يحصل في قصور العدل قد يؤدي الى مجازر معنوية واني اعتبر انه نوع من المجازر المعنوية بحق العدالة ما حصل في هذا الالتباس ومحاولة الاعتداء على احدى الموظفات المؤدبات والمهذبات في قصر العدل المؤسف ان مجزرة كبرى لم يتحقق بها وهي مجزرة قادر القضاء واعدامهم واغتيالهم في صيدة يجب ان يعرف كل الداني والقاسي ان قصور العدل هي حصانة لكل المواطنين ولكل الموظفين ولكل القضاءة ولكل المحامين انها حرمة يجب عدم تخطيها مهما ارتفع مستوى الشخص المدي والمعنوي والسياسي خط احمر قصور العدل ليفهموا استاذ اسعد كمان بدي بس افهم منك بس المجل القانوني نحن اليوم نتضامن فقط مع السيدة منال ضو المعروف تاريخها حافل بالصدق والاستقامة والنزاهة والادب والاحترام ونشكر الجميع والقضية في يد القضاء لا شك بنزاهة القضاء والقانون فوق كل اعتبار شكرا اكتر منها هيك ما في شكوة يعني انت منالت قدمت بشكوة او لا؟ تحرك الحق العام طوال نعم تصدق الحقيقة باسم الاتحاد الوطن لنقابات العمال وباسم الحركة النقابية اللبنانية كلها سوا وبسمح لحال يقول باسم زملائنا بهاية التنسيق النقابية للي هني امام قصر العدل في بيروت نحن بنعلن استنكارنا لهذا العمل الداعشي للي اقدم الان اولى فاتوش لانه هي الحقيقة عم بيتفرجينا هادي السلطة ورموزها واللي هو صاحب التمديد كيف بدهم يسوقونا كيف بدهم يتعاملوا اذا وصلت فيهن الوقاحة يوصلوا على قصور العدل وهون الموظفين والعمال والموظفين نحن بن دين هذا العمل وهذا بيرسم اه دولة الرئيس نبيه بره بصفة هذا نائب بمجلسه وهي بيرسم نقابة المحاميين تتحرك وكل المواطنين يتحركوا لانه هذا الشيء مرفوض ان كانت الستمنال متحفزة او غير متحفزة هادي هذا الشيء العمل الوحشي اللي قام فيهن اولى فاتوش مدان متله ومتل العمل دي الوحشي اللي عم بيقوم فيها بتدمير جبل لبنان واجبال لبنان بيكسراته ومتل ما سرق اموال اللبنانيين من خلال العمليات والتزوير لنا هذا المؤسف هاي مسؤولينا مفترض على كل المواطنين يتحركوا يتضامنوا حاجة ينحكي بكفوف شكرا ايضا كاترين السيدة بشرة خليل بس انا اللي اعرفه كمان انه فيها العام بيتحرك طوان بهذه المسألية طبعا اكيد اكيد بتحرك يعني اولها بنسبة للحصان اللي بيتمتع فيها النية لأ ما هو جرم مشهود هيدا بس متقدم با 24 ساعة عشان ما بعرف النية بالعامة عم تتحرك كيد بس انا ما عنو استمنال تدعي شخصيا كما بهيدا بس انا بدي يلك شغلي يعني غير قصة الانون ومجراء نحنا مع الانون ياخد مجراء بهيدا الموضوع الى الاخر لانو عنا ازمة ثقة نحنا من الشعب بالقضاء وبس الشعب يفقت ساعته بالقضاء بتكتر الجريمة بالبلاد لانو صور كل الانسان بدي يستوفي حقه بنفسه نحنا مع اعادة الاعتبار للقضاء وللجهاز القضاء هاي واحد اتنين انت عندك موظفين عدليات معاشاتهم من اقل المعاشات بالبلد لموظف لا لا موضوعه نص لموظف العدلي هلا ازا بتفوتي بيسمحولك تصور قلم النياب العامي 16 موظف بغرفة بشيك الشي عنده مكتب وشي ما عنده بيروه الناس بتبقى في اراسهم كل الموظف عم يحكي معاربة خمس بفارد وقت نحنا مننطوش لما منشوف انه كيف عم بيلحق على كل هاي العالم هيدا الموظف هو اللي حقه يعصب مش المحامي يعصب عليه هاي اتنين ثلاثة انه احنا كمحامين نرفض ان يقدم محامي على هزا التصرف هيدا اساءة لجسم المحامين بس هيدا مش الوزير الوحيد والنائب الوحيد اللي هو محامي ما ادمارز وزير ونائب ومحامي ناصري لحود نائب ووزير ومحامي بهيش تعيدين كان نائب ووزير ومحامي سعود روفايل نائب بيبقى واقف بالدور سعود روفايل عند عاد التحقيق بينطر دوره عدد دور بجسعة ثلاثة هيدا اذا هو وزير مش يعني نقطة وميزة له انا عايزة محامي وايجا واحد وزير ومراي بدي ياخد دوري بعطيه نحنا محامين كلها روس كبيري عبدالله قبرسلي كان زعيم حزب طويل عريض كان يجي مثله من كل المحامين هيدا التصرف هيدا اساءة للجسم المحامين اساءة له بالاول الست منال ما زغرت بعدها ما حدا يقول عنده غرفة كلهم قالوا في غرفتها فيه كشك صغير هلقدي متر وربع بمتر وربع قاعدة فيه قاعدة فيه منال وفيه شباكين عليها وباب مش شباك شباك من هون وشباك من هون وباب والناس فقراسة بتكون انا بيشفقني قلبي لما بشوفها بها المنظر نحنا عايب نتصرف مع الموظفين العدليين بهالطريقة يعني اساءة لموظف عدلي الوحيدين بكل الدول اللي بيداوموا بعد انتهاء الدوام انت بتجي عكل العدليات بعد الساعة ندايم بعد فيه كادر وموظفين موجود طيب المكافأة انت عميهن قتله كيف بتصير عايب منان شو هي الشكوى شو هي الشكوى سنالك لو اتطلعت لا لا ما اتطلعت علي ما سجلت حلثا هذا هو النقطة اذا كاترين يعني هذه هي الصورة من امام قصر العدلي